سرحات الذي يفهم أنه يجب عليه التعامل مع عدو جديد يجب أن يتوصل إلى حل لحماية كل من أحبائه والأبرياء في المواقف الصعبة لهذا الغرض سوف تتطور الرفاق بينه وبين العالم ديسمبر الحقيقة التي يكتشفها سوهندان تفتح فجوة بينه وبين هم ديسمبر بينما يقع حميد في مأزق مستحيل يضع سوهندان هدفا جديدا لنفسه إطلاق النار على عباس سيكون له تأثير صدمة كبيرة إن هوية الشخص الذي أطلق النار عليه ستكون أكثر تدميرا لسريهات وإميرالد المثابرة من ناحية أخرى سوف تتذكر مرة أخرى ما يعنيه ألم ألبن الضيف غير المعلن عن قصر أوشيزغ هو مرشح لتغيير جميع الأرصدة في القصر هذا الضيف يزعد السلام ليس فقط من أوشيز أوشيس ولكن أيضا من ديسمبر لا يستطيع سوهندان أن يقبل نفسه من قبل ابن الحميد بينما يعاني سوهندان من حزن هذا فهو غير مدرك أن أياما أسوأ تنتظره تقع مليحة في وضع خطير للغاية على الرغم من أنه يحاول إخفاء ذلك عن الجميع اكتشف إميرد وصرحات ما حدث لمليحة يجد صرحات عباس ويبحث عنه في كل مكان لطلب حساب بينما يهرب عباس من صرحات يلجأ إلى شخص خاطئ للغاية قرار إميرد وصرحات بالزواج يجعل أزيميت يتصرف دون التفكير في النهاية صرحات والمثابرة تأتي إلى نقطة الانهيار صرحات وإمرالد على الرغم من الجميع وكل شيء يتزوجان في النهاية بعد كل هذه المشكلة يعدون بعضهم البعض لمجرد أن يكونوا سعداء ومع ذلك فإن الخطة التي وضعها عباس من خلال مليحة قد تسارعت أيضا يتخذ الزمرد قرارا بعد كل ما حدث مع القرار الذي اتخذه زفر ميرنت سيتغير مصير ليس فقط صرحات ولكن القصر بأكمله هل سيتمكن عباس من الهروب من خطاياه؟ ماذا سيؤدي القرار الذي اتخذه الزمرد إلى؟ طلق صرحات ودينيس لا يمكن أن يكون الزمرد غير مبال بحب صرحات بعد الآن سيهات وفير ميرنت بعد كل الألم الذي عانوا منه يريدون الوقوف في وجه كل شيء من أجل أن يكونوا سعداء ولكن حتى لو كان عباس بعيدا فقد بدأ في زرع بذور خطط خطيرة للغاية للفصل بينهما إلى الأبد عناد سوهندان يوصله إلى نقطة إنهاء علاقته مع حميد ومع ذلك فإن العقل الذي سيعطيه دينيس سيمكن سوهندان من النظر إلى علاقته بعين مختلفة وسيفتح له بابا جديدا عندما يدرك عباس أن صرحات سيثير غضبه يجد العلاج في الهروب بينما يعتقد عباس أنه يحمي نفسه فهو لا يدرك أنه على وشك أن يفقد أكبر حليف له أزيميت شرك صرحات الغاضب لعباس على وشك تدمير إمكانية التواجد مع ميرالد مرة أخرى لا يمكن أن يظل الزمرد غير مبال بهذا الوضع الكارثي هل سيتمكن صرحات من العثور على الرقيب نيازي؟ هل سيتمكن إميرالد من إعادة صرحات من طريق لا عودة هذا؟ إميرالد يبدأ العمل في ورشة جيهان يكتشف صرحات هذا الأمر في لحظة لم يتوقعها أبدا الزمرد غيور من جيهان ومع ذلك فإن إميرالد مصممة على القيام بالمهمة التي تحبها وبينما يشتبه صرحات في وفاة عباس بسبب وفاة عائلته وعمه فإنه يلاحق الصندوق الأسود لعباس نيازي إرمف من أجل العثور على إجابات لشكوكه عندما أساء سوهندان فهم الخطوة التي اتخذها حميد تجاهه عاد إلى قصر ديميركان ومع ذلك فإن هذا الفصل لن يكون جيدا لأي منهما عباس ليغمق عينيه لفصل الزمرد وسرحات لكنه يدفع ثمن كل أفعاله من خلال عدم قدرته على رؤية ابنه حديث الولادة سرحات يسرع إجراءات الطلاق دنيس يمهد دنيس أيضا الطريق لجمعيات أعمال جديدة من أجل أن تكون دائمة في القصر عباس يذهب إلى السجن بينما يدفع ثمنا ضاهظا لما فعله بإمير فإن الغضب الذي يتراكم بدافله يجعله أكثر خطورة وقال أنه لن يعطي السلام إلى الزمرد وسرهات بعد هذا تبدأ الزمرد في البحث عن والدها عند تعلم ذلك تتخذ جيهان أيضا إجراءات لتكون مفيدة وقريبة من الزمرد الزمرد وجهان يسيران نحو الخطر خطوة بخطوة عندما يتعلم سرحات عن هذه الأشياء يدرك أن إميريدا يحاول عمدا إبعاده ومع ذلك من أجل حماية المرأة التي يحبها لا يتردد في إلقاء نفسه في النار يتمسك سوهندان وهاميت بالأمل الذي استولوا عليه من أجل أن يكونوا سعداء لكن في عالمهم كل سعادة لها ثمن أيضا عندما يجتمعون للتو مع بعضهم البعض يأتي الانفصال إلى الباب يبدأ دنيز في وضع خطط أخرى لإزالة الزمرد تماما من حياتهم بينما يعتقد أن الألعاب التي أنشأها تعمل فهو غير مدرك أن الحياة تلعب أيضا ألعاب أخرى له الحالة التي يجمع فيها أركيكدي كامبس صراحات وجيهان مع انكابين وضعوا جامبا عدائهم لبناتهم وتصبح موحدة لا تدرك إميرالد أيضا أنها تتجه نحو مسار سيغير مصيرها هل سيتمكن عباس من الحصول على حريته؟ ما هو الخطر الذي ينتظر الزمرد؟ إنه الآن متأكد من أنه لا يوجد أحد في هذه الحياة يؤمن به ويثق به باستثناء الزمرد يقترح عباس أن إميرالد غير مستقر عقليا ويحاول إرباك عقل صراحات في حين أن صراحات لا يصدق حتى كلمة واحدة لعباس مفاجأة تنقذ عباس من أيدي صراحات حول كل هذا إلى فرصة يزيل دنيز إميرد من حياتهم ويبدأ في استخدام أوراقه الرابحة ليصبح حقا عائلة مع صرهات وإشمك إنه يتحرك إلى الأمام بهدوء ولكن بشكل حاسم بعض خطوات حميد تفكك تحيزات سوهندان وتؤدي إلى تطورات غير متوقعة بين الاثنين الزمرد لا تستطيع البقاء في القصر لفترة أطول مخاطرة بإزالة حتى صراحات من حياته يعود إلى المكان الذي بدأت فيه قصته بابا يناير من أجل أن تولد من جديد من الرماد جيهان يقدم عرضا يفاجئ الزمرد بينما لا يعرف زير مرمت ما يجب الإجابة عليه يتخذ صرهات إجراء لإعادة كتابة مصيره باستخدام زمرمت هل سيتمكن صراحات من الخروج منتصرا من الصراع الذي دخله مع القدر؟ إجابة الزمرد على جيهان ماذا سيكون؟ انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا إلى الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعار